شكلك الصوت بعيد كابتن وثام عربي احد نجوم ورموز النادي الاهلي كابتن وثام ازاي حضرتك سهلا وسهلا بيك اسلام وطبعا براحب بالنجم الكبير الكابتن ربيع ياسيم يعني يعني اخونا الكبير مش عايز اقول بقى مش عايز اكبره يعني بس السرق بيننا قرائب امكان انا اكبر كماه لكن واحد من بصراحة العلامات البرزة في تاريخ النادي الاهلي ومنتخب مصر وان شاء الله ربنا اصاوه في فرية الناشين ان شاء الله ازاي حبيك يا كابتن وثامة وطبعا انت كبير كبير مقاما يا كابتن وثامة عندي نجم كبير جدا وانسان خلوق جدا وانا بعتز وتشرف ان انا كنت في رمه هام بقى لعب معك يا كابتن وثامة لا ازاي بقى انت كابتن من احسن اللعبة اللي جات في تاريخ مصر في المركز الضوير الايصر وراجل لعب سنوات طويلة جدا للنادي الاهلي والمنتخب واستحق كل خير يعني صراحة كابتن وثامة لعب تبقديمها عكابتن ربيع كم سنة يعني في الملعب كل بص انا من ساعة ما طلعت موسم 82 لغاية مرابعة يعني مشي من نادي الاهلي او اعتزل يعني سنة 93 تقريبا يعني بالسناء السنة الاولى لعبت معظم الماتشاط قدام الكابتن ربيع هو كان بلعب باكلب وانا بلعب عقش مال لعبت معا طبعا سنوات كتيرة جدا تزيدة عن 11-12 سنة تعريبا يعني كان بيزع كابتن ربيع في الملعب كابتن اسامة ولا كان رجل يعني لعب كويس ما بيتكلمش كتير لا 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 هو هو بالعكس كان الكابتن اللي في الفرقة وبيعرف يوجه وكده اه اه اذا هو ايه كان انا بقى لسه صغير بيجي علي انا هو ايجب على طوله قبل انا بكلفته اه ايه اما هو انا لسه انا لسه شايف بقوله يا كابتن ربيع اللي جايبها كلها هو بيلعب راس حربة تحسنو بيلعب راس حربة مش مش ماكلفته يا كابتن اسامة لا لا صحيح كان اه اه يعني على ما شاء الله اه قدرات دفاعية كبيرة جدا وكمان في النواهه الوجمية كان مؤثر اوي اه ومانشات كتير جدا اه اه للنادي الاهلي او المنتخب هو وكان اه يعني بيجي فيها اه اجوان تأس ان هو لعب وفد مهاجب او اه يعني مهاجب لابي يخش جوة 18 يعني اه اه اهم اهم اه اهم هي ميزة عند كابتن ربيع كانت ايه يا كابتن اسامة اه 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 ايه ايه السرعة القوة البدني الان. عنده مسئولية كبيرة جدا. اه. ودي قليلة. يعني ما كتلعب اثناشر ولا ثلاثتاشر موسم ولا اربعتاشر موسم في الناج الاقلي متواصل. ما حدش عارس ياخد مكانك. اه. وكذلك في منتخب مصر. فده اصرار وعظيمة اه غير طبيعية. اي. طبعا عنده ازا ما قلتلك اه يعني في ناس اه بتلعب ظاهير. بيبقى مسلا عنده القدرة الهجومية عالية والنواحة الدفاعية والايلة. اه. او الدواحة الدفاعية عالية والقدرة الهجومية والايلة. يعني في ناس مروا على تاريخ مصر كده او الناج الاقل. لكن اه كانت ربيع بصراحة بالناس اللي كان عنده توازن كبير في الاسة دي. اه. لما كان بيهاجم كان بيبقى خطير سريع جدا طبعا. اه بيعطي شوت بيعطي لعب بالدماغه لما بيخش بجوة التمنتاشر. وكذلك في النواحة الدفاعية اه كان صلب جدا. واه يعني في التغطيات هاي اللي بيلعب دماغه كويس. اه واحد على واحد صعب تعدي منه. يعني مش مش من اله مش من البكات الساء اللي تعرف تعدي منه يعني. اه. هو بطلها اه اه علامة التاريخ النادي الاهلي والكرة المصرية يعني. طب الافاشات بقى يا كابتن اسامة كان الكابتن ربيع ليه في الافاشات? انا عارف ان هو دمه خفيف جدا يعني. ده كابتن ربيع اه دمه خفيف جدا. اكيد يعني دي ما فهاش كلام. اه. طبعا أكيد في موخف كتير بسرعة بسرعة مش بركز لكن في حاجات كتير كابتن ربيع ده مخفيف جدا كابتن أسامة أنا بشكرك شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن أسامة عربي طبعا فترات طويلة جدا كابتن أسامة كان بيالعم مع حضرة ده كابتن ربيع